كيف سبب الأعجاب؟ ألي يعني تحرم؟ الكور إذا كانت على أنظمة كفار كما موجود يلعب فريقان وفي أنظمة كفار وحكم وتطبق الأنظمة فاول وكورنر وبلانتي ومثال هذه الأشياء وفيها كسر للأقدام وتعصب وحماس ولعب وشتم ونحو ذلك كما هو من طبيعتها لا أحد ينازع ربما في منحها ما جصلا لعبة موضعة لنصد الناس عن دينهم وعن مهمتهم وإلهائهم وغفلتهم أمام عجالا في الأندية هذا لا ينازع فيه ربما مسلم استغضب كفر بالملايين مدرب يأخذ شعريا أكثر من مليون دولار يأخذ هذه المالة المسلمين في سبيل الشيطان ويأصلح لنا في كورة تلدم منفوق يطاردونا أي مصلح لنا في ذلك فيأخذ الملايين ثم بعد ذلك يحارب بها المسلمين ثم يأصلح لنا يجلب بعض الميزانية الأندية خمسمائة مليون سنويا وبعض الميزانية الأندية تبلغ مليارا سنويا يجيب بعض المصلحة من ذلك هذه المليارات لو توضع فيه نصف عباد الدين ربما لا يهتدى أكثر الخلق وعلى صدة الخلق الأولى والبنى أضاع عند هؤلاء الحب والبوضي على الكورة الأوقات تضيع أعظم ما عنب الإنسان ووقته يجيش شاهد الجلد منفوق ساعة ونصفا هذا إذا ما امتدت المباراة لأشفات أضافية وغير ذلك يجي يستمع وينظر لها صام فيها الملعب وعبر الشاشات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبده من قيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه يمن قد تسأل عمره فيما أفنيته تقول الله يا ربي أفنيته في متابعة الكورة من تتابع بالكورة؟ تتابع من أسأل إما كفار من الأصليين أو من الحرفين أو تنظر لف الساق هاولي بالكورة فتحوا القسطة الضنية وفتحوا بيت المقدس هاولي جلبوا الفساد لبلاد المسلمين ولو برى للكورة وتشبوا بالكفار وتارثا يعلقون في فنائلهم المحرمات والكافز سجل الهدف اجتمع عليه لتقبيله ورفعه على الأعناق كأنه فتح بيت المقدس وهذا جاء يفسد في الأرض هذا ثم يضون الولى والبرى الواجب على المسلم يكفر في وجه الكافر ويعاده ولا يجالس وهو لا يجالسون ويقبلون ويحبون ثم الولى والبرى يوالون لمن كان في الفريق ولو كان كافرا ويعادون الفريق الآخر ولو كان مسلم أما الجمهور هؤلاء فأولي صفقون لفريقهم ويعادون فريق الآخر ويلعنونهم ويشتمونهم وقد يتضاربون قد من الأيدي توقع قتلا خاصة إذا كانت الأنده من الأنده المتناسفة في بلد واحد توقع قتلا بسبب ذلك وهذا لو لم يكن فيها هذه المحرمات وتورث هذه العدا ولكت منوعة فكيف ويفيداتها من المحرمات ما الله يعني فيها من الشيء الكثير ومن الصدع عن سبيل الله ثم في الحديث الآخر وعماله من أن يكتسب فيما أنفقه هذا ينفق فيه سبيل الشيطان من نظر لهؤلاء الفساق والمنحرفين والضالين الذين يطبقون نظيمة الكفار ثم أيضا في الكورة حكم بغير ما أنزل الله ثم في الكورة حكم بغير ما أنزل الله والله يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولاكم الكاثرون اللاعب حين يتزحل على اللاعب ويقصد الإضرار به ليعوقع عن اللاعب كي يكون اللاعب بارزا ولا سدعونه قافة بطرق النظامية الموجودة بينهم يتقصد أحد اللاعبين لإعاقة بكسر قدمه في التزحلق عليه وهذا كنوع حاكم للشريعة قال الله جل وعلا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية ثالث الزحل يحاكم لما يسمى برعاية الشباب وهي رعاية الفساد يحاكم هو عنده الحاكم الذي يصدر له كرتن أحمر هذا أقصى ما عنده وما عند ذلك يضع لجلة سمى لجلة انضباط يوقف اللاعب هذا كبر ما عنده طيب إذا أرد حقه كنحية شرعية ومست من يقول يعلل يبرر لهم يقول هو دخل اللعبة ويعلم أنه وضع اللعبة هكذا هذا مونا غير صحيح أنه وضع اللعبة هكذا ليس هكذا هذا ميما من مصارعة أو ملاكمة أو كما يوجد من صارعة الثيران هذا أصلا ليس من شأن اللعبة أنت تزعق وليس من طبيعتها ثم أيضا لو كان من طبيعة اللعبة هكذا معنى ليس من طبيعة كذاب الذي يقول هذا ليس من طبيعة لكن لو كان من طبيعة اللعبة ليس من حق الإنسان أن يسقط أو يمنح الناس كسر قدمه أنت مؤتمن على نفسك أنت مؤتمن هو واجب عليك أن تحافظ على بدنك وليس من حق الإنسان أن يقول كسر قدمي أو يدخل مصارعة لكسر الأم أو لإذهاب البدن حتى مصرعات هذه اللي فيها ضرب مضرب ملاكمات فيها قد تهدي بحياة الرجل من الذي أجازها هذا واضح حريمه واضح جدا لي الله جل الله يقول لا توقعوا بأيديكم للتهلكة وهذه هي التهلكة أما الكورة اللي يلعب أطفال الآن أو في الشارع كوالي يقلث الكورة يتقاذفها هذا ما حتحرمها نحن نحرم الصورة الأولى التي موجودة في أرض الواقع موجودة في الأندية وموجودة في الملاعب وموجودة في أكثر أرض الله هذا ما شخص يحتج نسلت عندهم يعني يعني يلعبوا بالخير هذه نسلت لعب الأطفال يقلث الكورة يقلث هذا لعب الأوائل بالخير يتمرنون على الكر والفر لقتال العدو هذا يتمرن اللاعب هذا يلبس سروال صف الفخذين وعلي ثنيل من ملص الكفار وبجوار كافر وعن يمني كافر وإمامه كافر هذا يبي يفتح بيتم أقدس يتترب على الأسلحة على الأوائل يلعبوا بال كر وفر حتى يحسن قتل الكافر وقتل العدو